مثل خاليكم مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم برنامج اسمعوني ودائما وأبدا على قناتكم قناة البلاد اليوم في موضوعنا لنهار اليوم موضوع جد حساس وحين نمد الإصبع دينا على الجرح معظم العائلات الجزائرية يقولوا لو كان تتفاهم العجوزة والكنة بليس يدخل للجنة هذا هو موضوعنا لنهار اليوم ورام حاضين معنا أيضا أمثلة حية اللي راح نبدلوا هذه الفكرة السلبية لفكرة إيجابية وحين إن شاء الله نكون هناك عبرة من هذا الموضوع لكن قبل ما نطرقوا لضيوفنا الكرام نرحبوا دائما بموالين الظهر معنا الدكتور سعيد بوحريرة دكتور في شريعة الإسلامية مرحبا بك وبكم مرحبا بكل إقانتي عمال إقانة البلاد وبكل الحضور وبكل متتبعين إن شاء الله ربي عيشك شكرا جزيلا لكم معنا أيضا الأستاذة غانية بوشعيبة استشارة أسرية ومدربة وعي مرحبا بك أهلا بك مرحبا بك ومرحبا بكم كامل شكرا جزيلا نرحوا مباشرة لضيوفنا الكرام معنا سيرين هي أم لطفلة عرفناها وحبناها أيضا لأنها تشارك اليومية ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي وخيرناها لأنه عندها علاقة جميلة جدا مع الأجوزة ديالها وم الزوج ديالها مرحبا بك سيرين بك مرحبا شكرا شكرا لك نسرين وشكرا لقناة البلاد على الاستطافة ربي عيشك شكرا جزيلا معنا أيضا السيدة حورية أم لتوأمين وليزوجتهم في يوم واحد وعندها قصص مع الكنة الأولى غير قصة مع الكنة الثانية وحتحكينا أيضا على هي كي كانت عروسة كيفاش كانت تجوز هذه الفترة تاع بينها وبين أجوزتها مرحبا بك شكرا جزيلا معنا أيضا أمان الأمال اللي عوضتها أجوزتها وعوضتها أجوزتها غياب الوالدة أجزالها وين زوجتها لولدها وبعدتها وهربتها من عذاب زوجة الأب مرحبا بك أمال مرحبا بك شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة البلاد ربي عيشك شكرا جزيلا نبدو بك سيرين يعني كما قلت أنه الله يبارك أنت ياكي قلت ناشطة على موقع تعصو الاجتماعي ونشوف أنه كين بزاف ناس يعني يتبعوك على العلاقة الله يبارك بينك وبين عائلة الزوج عيشك شكرا ربي أحفظك أنا لكونسيبت يالي في الغيزو سوسيو أنه نبرتاجي مع روتين مع روتين كزوجة كأم كأخت كطالبة كيكل يعني وش راني نعيش راني نبرتاجي معا حاجة حبيت نركز عليها واللي هي الحياة الزوجية ولا أم الزوج أنا أقول لهم أم الزوج كيمة الأم ديالي قبل ما اللحقوا سمحي لقطعت لكلامك قبل ما اللحقوا الأم الزوج نروحوا لسيرين كانت يعني شابة عش حال عندكم اللي تزوجت عندي هاك تلت سنين زوج وحندي دوكات طفلة صغيرة ربي أحفظك يعني حياة اللي قبل زوج كانت قراية خدماته وبعد رحنا اللي طابتا على الحياة الزوجية تخطبتي كانت يعني كان زواج زواج نعرف الزوج يعني نعرفه من قبل الحائلة تعنا تعرف الحائلة تعو يعني متعارفين من قبل الأم ديالي صادقة كانت لأم ديالو دون كلنا نعرف يعني رضا تأليك آه الحمد لله يا رب العالمي يعيش تزوجتي سكنت في دارك أم ديالو يعني نسكن مع أهل الزوج أما كي يعني كجينا نزوجه كان زوج ما كمش البنيان ديالو ضررنا أنه نكره ولكن بجنب أهل الزوج تقدير تقوليني عايشة معاهم كي ما رمضان جوزوا معاهم أنا صراحة نحب أهل زوجي يعني الأهل ديالو وهما أصلا تبنوني على أني ابناليهم لا حملونيش على أساس أني إنسانة برانية ولا لا لا على أساس طفلة جابوه وهما تلت دراني معدهم مش الطفلة لذلك أول طفلة دخلت عليهم جيت شوية غريبة صورتوك كي تدخلي عائلة جديدة ولا الصح شكون وسي الأم هي اللي يربط للبيت ومع داشقال بنات ولا صفي هي الصح فضل الصح طاق كي تجيب مره جديدة شوية تتبديل حالة من الحمد لله هل تتتبديل في الملح أو لن هي لا لا تتبديل من طولي كوتا من المعيشة ولبسح هي للملح بيانشو هي تبنتني على أساس بنتها وأنا تبنتها على أساس أمي يعني ماما هي اللي كتوصيفية تقولي الحكس الدكة إزلا تقولي هذي كي إمك أنا مانيشي إمك هي إياه إمك يعني كي ترضعليك أنا أنا راضي عليك الله عبارك ماشاء الله ماشاء الله عاليش تقسيتك في أول سؤالي أنه نظن أنه كامل لو مشاهدوا فينا يقول لك آه أراهيم هنيا لأنه رايب عيد على الأسلسة لا لا أنا أنا نسكوا قدام أهل زوجي وتقريبا عندهم الحاجة المليحة اللي صارت إنه كتزوجنا الحاجة المليحة إنه الأسبوع هذا كل مرة أصدر في ويوجد دونس أنا حبيت نتعرف على العائلاتياله وذلك هذيك الأسبوع كنت كل يوم عندهم إنه دوصباح نلبسوه ونروحوا عندهم أنا قاعدين جوزوا لجورني معهم وكامل تعرفت صراحة والله ننصح بيها بزاف المتزوجات الجدد ديروا علاقة ولا تعرفوا على أهل الزوج ديالكم أنا هذي الحاجة اللي نفعتني أم بعداتي كلنا نعيش ولي تنقصر مع كل أم ديالي شوفي مكاش عيلة ما يكونش بيناتهم خلافات الأم والبنت هيتخالفوا أنا نشفة نهار بحكم راني في المواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي عالم تشوي حساس لماذا حساس خاطك شاكيت بارتاجي لاغوتين ديالك من بارتاجي شون نستعرفني تشوفني في وجهي وكامل دونك أوتوماتيك ما يعرفون تشكون وعروس تشكون نشفة رحت العشية أمسية نشفة ما كنتش مازال مازييت ولا رحت لها للأم زوج ديالي قاعدت معاها قتلها يما حبيت نفتح معاك موضوح قتل وشنو قتلها شوفي يما ركي كيما ماما قتلها إلا عفسها معجباتك شو لا عفسها ما شفتيها ممس ممم مساعداتك شو لا أنا بارتاجيت حاجة كيما أنا نديل لاغوتين عندها في الدار نصور عندها وكامل قتلها إلا انتي حاجة معجباتك شو لا قوليلي قال سيرين ما تدريش هذي ما تدريش هذي قتلها أنا وماما يعني ماما تتعيط عليها ماما توريلي ماما ويسكع لها أنا لأم زوج ديالي حتحشم شويا يعني حشومي هكذا تقول لك ما تخليها في قلبها قتلها ما تجرحاش ما تجرحاش قتلها بوسكو يما وكان يبدو بناتنا أنتي تزعفي وتحط في قلبك وأنا نزعف ونحط في قلبي هذو النقاط صغرهم اللي رايحني يديروا عفايز كبار صح هي الحكس هي أصلا قتل قتلي والله منهار يعني أوليدي حكالي عليك ومنهار نوينا نخطبوك ولا أنا نعرف أمتيالك ونعرفكم ما شاء الله قتلي را كيكي بنتي يومينا هادا ممضوكا كينا عفايز بلتنا تحكي مني تقول لي سيرين ما تزعفيش مني بصح ما عجبتنيش هذيك وهذيك وهذيك هذيك وهذيك يقول هما يماما شي هاكا أنا نيتي هاك دا حبيت ندير هاكا تقول لي بصح لا لا مثلا كيما بنتي يعيطونها نيتيلا أو لا يماما تحبها صوفيا تقول لي قولي لهم صوفيا صوفيا قلت لي يماما هما يعيطونها هاكا قال لي نحب أنا اسم صوفيا هذي يابرك التفاهم كوميونيكاسيون طح التفاهم ولكوميكاسيون كيما قلتي مصارا في الكرش راهم يتضربوا يعني هذي شيء مفرغ منه هي حقيقة الوالدة الزوج ديالي إنسانة ما شاء الله مفقفة هيلة يعني ما لقيت فيها غير الخير هي اللي أنا بحكمي اجتماعيا حب نقصره كامل بسحية تقبلتني هي تاني يعني نصارحة نسقسيها نجاوبة هي تاني إنسانة عاقلة يعني كي نجد عاقلة ومتفاهمة يعني متفاهمة حبيت يعني نسقسي كايين بزاف من إنسا بدأت غلي زوجه جديد تقول ليك أنا عندي يما واحدة ما نعيتش لعجوزتي اما نعيت لها بأسمها نعيت لها خالتي نعيت لها تاتا نعيت لها نوعيذ بقالي نوعيذ لها نصفك ونعيت لها يما كيف سقصيتها؟...أخذت لتعطى لها كالعيدة لها والتابعة كيف سنتقر بأن تأتفضل لك أخير؟ وبأن تتعطي لها لماذا تجعلها لأمي؟ عليها الماضي لكن لقد سنحطت يبني لا تساعدك وإن يتحدث لها يقول لها أمي بأن يكون أمي قبائليا لسي يقول لها أمي مرة أقولها ماما مرة كل مرة كيفاش المهم كيف الوالدة ديالي كيف الوالدة؟ هي ناس على بالي كأنا ماما قوله هالي يعني ورها المشكل كائنا تفتسمين يا برك ما عليش بحبيت خاطر ديروها جبر خاطر قولو لها قولو لهم يا مما قولوا لها أمي ما انتي ما حبيتيهاش ما قولوش تكذبي ولا تنافقي ولا تبلعطي ولا بصح والله هنقولك صراحة في الوالدين مليحة تبلعطي بلعطي في الوالدين صح قدمت ديلي تهادو تحب وقدمت ديلي تقول لي راكيفور وهي لا مليحة راي والدين لفات انه كبرت الولد هذا وطته الكراجل ورباته كبراته وكامل يعني انسان راهي ما تطلق الشراج الباطل اي تعبت شوية جازيها كافيها شوية يعني علش لا لما تقولي لاشي ما صح علش لا وان فلس يعني هذي كلمة صغيرة نقدروا يعني كلمة طيبة نقدروا يعني نمشوا بها الاستقارة على العائلة لانه الى كان الزوج قاعد نظن انه يشاطرني الرأي الشيخ والاستادة انه الرجل كان يقعد بين المرأة والام هات الشي صعيب وحي يكون بزاف خلافات يعني في العائلة ومشاكل وتأدي ما لغزمون لطلاق ولا يعني لخراب بيوت هي ميثال يقوله الخير مرة والشر مرة صح كين العائلات يكونوا ظروف بلاكة ما نقدروش نحكموا عليه كلمة للناس ولكن علاش لالا العروسة تبادر انا انا فيها دين بادر مثلا انا كما في مواقع التواصل الاسلامية يقولوا لي سيرين لما تحكيش على خلافات ويقولوا انا ما عشتش خلافات يعني نقدر بلاك ان نحكي لكم خلافات صديقتي عاشتهم ولا بتا انا ما عشتش يعني علاش لالا ما نبادروش حناية بالحسنة مام تكون ماشي مليحة والله بالحسنة ديال كما رسول عليه الصلاة والسلام مع الجارو اليهودي اللي كان يرميلوا الاوساخ قدام دارو محقا فخصا فخص كيرا حزارو شوكا كيفاش جازاراني نرميلوا الاوساخ وكل شو جازاري يعني علاش من ديروش هاد المبادرة برك نحضروا كله محلون نعملوها كل امتاعنا صح وخاصة يعني الناس كبار سين يعني الاولياء كيكونوا كبار سين يتعاملوا على انهم دي بي بي اي حادها كيلو كان حبه حلوة تعطيها لها تفرح بها بزاف كما قلتي تهدو تحبو وتقدري يعني تكسب محبتها وتفرح لها تفرح لها في العيات تفرح لها في عيد ميلاداتها ولا ماشي بسيف ما عندكش نقولو ماي محليش بالكلمة الحلوة عيطي لها مرة على مرة عاصقتي عليها وشرا كيما انا نحكي لكم هذي انا الوليد الزوج ديالي ماشي اجتماعيا كيما انا يعني ما تعيطش في الهاتف موالو واحد لفتره كنت حامل ومرضت ويا مسكينة ولا غيرت تبعت طيب لي وتبعت لي هكذا ولا ناس منها هاي لها انسانا ما شاء الله بسحة متعياتش كلي انا نعيط لها واحد نهار كنت عندها قلت لها يما يما قامت عيطي ليش انتيا قلت لها ولا غيرت عيطي لي مرة على مرة ولا هكذا تضحك قاسي والله يا بنتي غير انا كلمونة طبعها هكذا انا طبعي هكذا هي صح طبعها كده ما شاء الله يعني وذو كاكي جبت بنتي الحكس زادت الجو العائلي كتار تشوفي محبة تحهم في ولاد ولادك تفرحي الله يباك رب ان شاء الله يحفظ لك بنتك يحفظ لك الويدة الاب حسنين وطولنا فى عمرها هي الصح انا شوفها هي تدفق ريوصنا يعني صراحة ما شاء الله انا ام شاء الله مره تجنرح لهم ومنا نلقاها هشتكونا راحت البيت اهل هولا اجياني دار موحشا صامتا نحن نروح لأنا نروح لدار الزوجة هي يعني الوردة على الدار دوكن عاود نرجع لك سنين لك قبلتش نروح لك شيخنا يعني الله يبارك هي قالت ووفت على كامل يعني العلاقة بين الكنة والعروسة وشعك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نصر الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا موضوع شائك وموضوع خاطر جدا وأنا عيشت قصص كثيرة في هذا الميدان والبارحة فقط والله أنت لقى مع مرة تحكي لي يعني رأى قليل القليل الناذر وانصبي العروسة والجزنة متفاهمين حاجة قليلة أدركها يعني هذه الصور هذه رأي ناذرة والصور هذه الفرد رأي كما يقال الشاد ويحفظه ولا يقاسه عليه رأي أمور قليلة جدا لأن غالب المشاكل أن يجوني نفس ساعة المسجد ساعة الخاصة الهاتف يقول لي يا شيخ أني في حيرة ورأني في مشاكل ورأك نجيك أنا نقول بلصفين يجي عندي يقول لي رأي يما قلت لي عليك دعاوي الشر وما نسمحكش ويوم قيمة نقفك أمام الله وكما تطلقهاش دعاوي الشر ما تربحش في الدنيا وولادك الله يعطيهم كذا وكذا لازم تطلقها باش نسحب الدعوة يقول لي يا ربي رأوسه على الوالدين وعقوق والدين لا ما نفهمه وقول له شوف تدعي للصبح منظرك ويتدعي للصبح ربما يستجبلهاش لأن هذا الظلم هالعجوزة هنا راهي ظلمت على ظلمت راهي تحب تطلقه تقوله تطلق ولا ما نشرع ذي عليك خليه ما تربحش انت المراذي ما دلتك ويقولين متفاهم معها نحبها تحبني متفاهمين ولهذا نقول هذا ظلم وربي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على الظالمين وربي قال في حيث قدوسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أنا ماذبية الكنة والأجوزة ماذبية يتفاهموا ولهذا نقول كيم بزد حالة طلاق كيم أوليرا يسمعوا فينا إن شاء الله الآن يسمعوا ويأخذوها بعين الاعتبار أي عاجوز تدي على ولدها بالهلاك وبالدمار وبالخسارة يعني على أساس إما أنه يقبلوا أي مداد عوشتر باش يطلق أنا نقول له ما تطلقش ويمك رأي غالطة والمرأة هذي اللي كان طلقها راكت لمتاح حرم عليك من القيامة وبقام عز وجدك وما تسمعش ليمك في حالة مرة أرتكبت أخطاء فادحة قبل ما تطلق رأي أستاشر إيمام رأي عندي إيمام رجل دين قال يودي هاي الزوتي واش دارت كين وين حالة وين تطلق وكين حالة وين معظم حالتين اجتمعوا تسلحنا ولينا ردينا مرغم ما شاء الله ولهذا الحالة اللي شفناها صور ثلاثة هذه رأي حالة ناذرة رأي حالة قريدة جدا ونكن شكرا حالة كما هذا ما شاء الله وين كانوا تصيرين رأي يليم عندما ضربتها البروصة والبروصة هذي والبروصة هذي البروصة هذي مقبولة هذا البروصة هذي البروصة كما هذي أنا ماذا بي نتمنى بروصة ميطالك هذي ماذا بي قال على يش يديروها كما قالت لكي تكلقي لأن العجوزة هذي تتكلخ ابتسامة معاملة طيبة ديرها شغل يمك ديرها يمك هيكبرت وخرفت وإذا مرضت راح ترميها ما ترميها المثل الشعب يقول اللحم كيفوح يرفضهم ماليه وهذي اعتبرها هاي كبرتاسيدي اعتبرها هاي تغير منك انتي ما تدخلش لعبتها ما عليش طاوعيها وعلى وجه ربي ثم وجه الزوج الصبر عليها باش الزوج تتكبري في عيني يقول يقول كيمان يشوفها يتبلى بسرعة الزوجتي راح يصبر عليها هكذا انتي يزيدي تتكبري في عيني انا وشي دير اختصرين انا نوافقها مية في المية نوافقها وكيم يقول النبي عليه السلام بحديث صحيح المؤمن الذي يخالط الناس ما قالش يعتزل الناس قال يخالط الناس وما قالش المؤمنين الرسول قال المؤمن الذي يخالط الناس ما قالش المؤمنين قال الناس معناه المؤمن واليهودي والنصراني والكاثوليك وأي واحد قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبروا على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبروا على آذاهم وهذه رأي بالأمس خيراتك من كل البنات خيراتك انتية وجبتك ومهر وعرس وإلى آخري اليمرتك بتخطى أنت أصبري ولك الأجر لأنه ربي قال إن الله مع الصابرين تصبري على مزاجها وعلى قبحها وعلى بعض المعاملة السيئة وعندك أجل عند ربيع أزجوله ورح تربحي زوجيك ربح كبير ولهذا نشاطه الخاصية نتمنى كل العرائس يديروا كمائية وصبرتهم رح يحق نتائج نحن نشوفه الله يبارك سيرين هي الفيتة الذهبية وكانت تكون معممة الكامل العرائس تكون الحياة سائدة صح؟ صح على كل حال وش قالت سيرين يعني جولويتيغ شابو يعني نرفع لك القبعة إنه حقيقة إن هذا هو الصح يعني بالنسبة لنعمار ما اللي يكون في مجتمعنا هو كل وش يحدث في في حياتنا يعني الكنة والعجوز هذي مجرد وعي جمعي يعني وعي لما يكون كنكونوا احنا صغار مثلا احنا أكل كنوا صغار نسمعوا حكايات الكنة العجوزة هذا أكل رانا ننشبعه ونخزنه كبرمجة أنه الكنة والعجوزة دائما رهم في حالة حرب رهم دائما في حالة خصام وهذا يبقى إلى غاية أننا نكبروا لما نكونوا صغار نكونوا في في مجموعة مثلا نتعنيسها في عرز في مأتم في أي تجمع وش يكونوا يبقى واحدة تحكي تشكي من أحماتها من عجوزتها وواحدة تحكي من من كنتها ولا يبقى وحكايات يبقى الكل يسمع هذا بعد فترة لما تكون الطفلة تكبر ولا الآخر الكنة تكبر نفس الشي يبقى هذاك المخزون الوعي هذاك اللي يسمعوه القصص هذوك اللي يسمعوهم وكأنهم يعيدونه وكأنه يعاودوا هذوك القصص في حياتهم على أساس أنه هذاك هو الصح يجيوا على أساس أنه عجوزتي أراهي ما تحبنيش أراهي كذا هذه الفكرة اللي تبقى داخلها والكنة نفس الشي العجوز تبقى تقول هي جات ذات لي وليدي أنا كبرته أنا ربيته كان يحبني راح قسم الحب نتاعي بالنسبة لي وليه وهذا وش يخلي الغيرة وممكن أمور أخرى تدخل فيها ممكن كلمة صغيرة وبالنسبة أيضا المشاكل اللي يصروا بين الكنة والعجوز أنه هي ممكن عيشة في في مكان يعني في وسط عائلة طريقة تفكيرهم طريقة تعيشهم طريقة رؤية الأمور بطريقة وبالنسبة هما بطريقة أخرى حتى ولو كان مثلا نحن في الجزائر نفس التقاليد نفس العادات ممكن نفس الوعي الجمعي لكن كل عائلة عندها طريقة الخاصة لرؤية الأمور ممكن واحد يقول لك ممكن تكون في عائلة نقوله متعلمة يكون ناقص أبدا أنا جاء مني حالات حتى ولو كان تكون عائلة يعني متقفة أو متعلمة يبقى دائم كان الإشكال هذا اللي هو وعي جمعي اللي راه مغروس في ذاكرة الكل وعي كل واحد ويسنى فقط أنه هذا الشخص ممكن راه يحاولي هاجمني ممكن عنده راه ما هوش يعطيلي الصح وش كين داخله وهذا وش يحدث الإشكال مالغو سمو يعني أنا نشوف أنه سيفغيك حتى يعني الأفكار القديمة من جدودنا وجداتنا كانوا يعني عايشين هذيك هذيك الحقد بين الكنة والعجوزة والعروسة لكن نعود نقول لك أستاذا قبل هاش نرجع لك سيرين قوليلي الزوج كيف يعني كيف شو حص روحو على بالو يعني إلي كنشون كالحياة ساعدة بين زوج ساعدة و أم ساعدة هي شوف هي تساعدة بإذن الله ربي يدومها سبحانه إن شاء الله وريبارك وكامل ذوك هو الزوج الحكس مدابيه يعني أي حاجة دوك مثلا دوك مثلا جا رمضان نعيد نرح اليمة نقول لها يما وشو نوجدو نتقاسم الموني ولا هي يما أنا كيكت عروسة جديدة ما تقول ليش كلم بسكيت وتقول لك ما تعرفهاش سفيما نقولهاش ديري وطيب بي بلك أنا نروح لها يما خلاص نتح ديري لبلاتخات يسو أنا لشرب أنا نطيب لي صالي ولي سوكري شوغ دائمين 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 علىها أصلا أنا كد عيشتي بيدي صح يعني على شعلي وكينا لأخت قالتها للكوتش قالتها صح أنا مرة كنا قهوة قلت لك الوعي الجامعي أنه يؤثر سلبا وقد قلنا قهوة وبدأوا يحكوا بي كل واحدة تحكي على عجوزتك كون مزوجين إنه كنت مازال ما تزوجتش وماما كانت معك بدأوا يحكوا أنا عجوزتي شو في وش دارد والآخر عجوزتي شو في وش دارد كي خرجنا حكمتني ماما قلت لي ما تدخليها شو في رأسك هما يا هدر الله سهل عليهم حشيات في واحدة أشلك قلت لي هما من تعرف لك هما ماشي ملاح قلت لي بالصح أنت لا لا تقول لك أنا عجوزتي تكون كما هما يعني صح برمجة العقلية أو الإنسان كيفاش خياتها وقلوا عجوزتي ومشي ملاح تقول لك أنا عجوزتي ماشي ملاح ما تكون عجوزتي ملاح حتخرج لها ألف عبو 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 بش رجح ماشي ملاح لا لا أنت تزوجتي بش تتان نا محليش نقول العجوزة بلك كما قال الشيخ المشاكل أرمي عليك عيش يساعدك أنت تصنعي السعادة ديالك بيدك أنت أنا أنا وش نحب نوفر للزوج ديالي أو يخرج أو يتحق أو يعيار أو ظروف عيانة ويزيد يدخل للدنز يقول له ماما كواك الحكس أنا واللي تانا نقول له ماشي روحوا لداركم ويقول لني لا ماشي روحوا وتوحشتهم ونعنقها ونبوسها ونحييها بالمناسبة في هات لفلاتو نحييها كبيرة والله إسلام ما شاء الله لنسلمنا على رأسها كي نجيكي نروح نعنقها نبوسها ما نقري هما ما عندهم شا تقول العناق أنا في دارنا تربينا بالعناق والبوس هما ما عندهم مش غير السناء أنا لا نروح نعنقهم نبوسهم الله يبارك كلك إيجابية وطاقة إيجابية الله يبارك يعني ما نشك أنك يا عيشة الله يبارك معيشتها أيضا حياة سعيدة نروح لفاصل قصير ونرجع لكم مع الحكايات والقصص اللي هم حضرين معنا أرجعنا لكم شهر يا كرام دائما مع موضوعنا اليوم اللي هي الحامات والكنة دائما مع الأخت والسيدة حرية اللي رحي حضر معنا نعود نرحب بك مرحبا بك سلامكم ورحبا بك شراكي لباس بخير الحمد لله الحمد لله السيدة حرية عندك عندك توان صح زوجتوان في نفس اليوم ماشا الله أحكي لنا يا تولي الصغري هذه القصة أنا سيدة عاشت الأمرين في حياتها ظروف قصية وش نحكي لك يتيمات الأبوين ستروح زوجة وأنا أم صغيرة يعني طفلة صغيرة بكري كانوا يزوجون أصغر ستروحي أم لتوأمي ذكور كنت متمنية يكونوا عندي ابنت خاش أنا كنت البنت الوحيدة في العيلة تعنا أه يا ذات وفار زوجة تاعي خليني أم مسؤولة رب تبيت قبل ما نروحو يعني الزوج ربي رحمه ونسأله نروحو الحورية كي كانت عروسة تزوجتي وبعدها يعني دخلتي على عيلة عاليدة تعناها تزوجه ما كناش نعرفه برنابض زوج تقليدي زمان يخطبوني كتصيرة 17 سنة تزوجت رحت دار ناس بالطبع ثاني عجوزي ما شاء الله نحط لي هذك طفلة اليتيمة نسيتها عيشتها لي شيخي كيف كيف نقوله الأب تساعي لا يرحمه ما زال ضكا نروح لقبرون تصدق علي الحمد لله كنت البنت تساعه لمولدهاش لمولدهاش عادي تزوج بوليده كان إنسان مريض وليده تربيت على يده يعني زوجتاك عنده خوة توقم صح؟ اي زوجتاك كان عنده خوة توقم ونرزقني ربي بتوقم توقم وما كانت عندهم البنت يعني أنا اللي كلش في كتف الدار هذيك بنتهم وكنتهم الحمد لله كبرت عندهم كبروني على يدهم تربيت على يدهم ديت قاع عقلي تعجوزتي شيخي جي نهار وين ركيزة طاحت اللي هي الأسس تعدها وقعت وحدي أنا هي الأب أنا هي الأم تعهدوك الأطفال ولادي وحدي وما ولادي وما الأب التوعي وما والديني وما كلش قلت نقدرت قرار كيرا ماكا خدامي كيف كيف والحمد لله نزوجهم أنا ما رزقنيش ربي ببنات نجيب بنات الناس يقولوا بناتي بناتك وينسوك يعني في العائل الحمد لله نقسم معهم كلش كان عندي كلش يعني يعني يعيشوني برك ما يقطقوا مراجلها كما احنا نقول تيما كحالتي وحدة اللي كان قبل ما اللحقوا أنك تكوني أنتي حامات يعني كنت قلت هنا في الكواليس أنه أنتي ويعني الحامات زيالك كنت قيمة بيها حمد لله كانت عجوزتي كيفش كانت يعني عجوزتي كانت هذاك رجو تحب تعيش مش طيدي نحو نعرسو رحو نحوسو ليرني كي بنتها الحمام رحو كيف كيف تحوز كيف كيف نقودو قودو فدر كيف كيف الله يبارك الحمد لله يعني عجوزتي ما عندي شقع مشكل معها الحمد لله كبرتني ورجعتني مرا في بلاس الأم التاعي عيشتني 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 غينتي ولا غالعرايس عالعرايس كانت متعاملة معهم أنا حالة خاصة علي كتيتيمة وبعد كيت وفات حسيت بقيمتها بزاف أنا عشت ذو كاني نعيش وش كانت عجوزتي كانوا كانوا من أولادها لي ما كانوش معيشينها كما أنكت معيشتها عرفوا قيمتي أنا بالذات حورية كين جيت تموت قاتل مجيبولي حورية إيا لي وصاتني على ولادي وعلى أخي الواسي وعلى الناس البيت اللي كانوا ما زالوا بسكو مادر عموم كبيرة تمت ولت المسؤولية على كتافية الضغط بزاف ومعيش هولت كيش والقاسية بالنسبة رجعتهم خلاص المسؤولين كنت نزوجهم كي جبت زوجوا بنات وخطبتهم وما خيرهم يعني مشي أنا اللي خيرت بنات وما خيرهم الحمد لله جت وحدة من بيت متواضعة ونس ما شاء الله كيف كيف الأخرى بنت لي كان الحمد لله يعني كبنت وحدة وخرى عادي صح بالمعيش والمشاكل تعارفي العروسة اللي ترفضك ولي ما ترفضك الناس ديرت لهم كل واحد دار اللي كوت طيحة بيها ونقلت لك يتيمة وما درت هاش بلي ترفضني بس كتظل مكمش على روح غير أنا نطب طب عليها يا بنتي رواحي بنتي قودي مايا كانت هي اللي مشي مخاليتني كانت هي البنت اللي مولدت هاش والطفلة الأخرى اللي كانت ما بينه وبين أخوه عاش خايق يعني الكبير عايق لو حسن ولو خل حسين الحوسين ولا ما يقيمنيش كيتزوج ببنتي هذي نقول لها أنا بنتي مشتش المشكل في العروسة مشتش المشكل في وليدي أنا قعوش ربيت وقعوش جزت وقعوش عولت وقعوش تمرمت في حياتي بعد باش يجي ولدك يدي العروسة ويروح ويخليك وحدك في الدار ماقدرتش نعيش ها أخت يتيما هي ليستها هي بنتي يتقول لي ميما أنا نفتك أنا كذا متحوسيش عليه وصل بهم الأمر يتقول لي نعيش معك وهذا الكبير قال لي نديك الدرعة جزا دمرت وعلي والدولة وراح وخلاني وكاني غمع هذا صغير لم يبينه وبين إن شاء الله يارب وهذه بنتي لاني دائرة هي اللي مكور جتني الحمد لله كانوا مشاكل بنتكم بشراحة مشاكل ما بين زوجها وهي ما تخدمش الشغول تدي الكنيين يداب زوك يعرفها وليت أنا نحب نخدم الشغول ونقول لهم قعدوا برك هنو ولي رجال كون برك وزعم تقول الوليد يجيب لي ولا تقدر قدام ناقع بلك هذي أخوك ما وش عنده ألا ما تجيب صاشي كبير ونتلم وقع وناكل على حتى تطلع لبيتك ويقول المشاكل أخوك ما عندوش أنا ثانية ما كو ما عنديش لي ما نصد يقول يتعند العرائز سترح يبلي لس بيا المكان تاعي اللي قل لي قل انتي تعدر عجازة مش يتاع أنا لي نرفدك ست أخوه لي ما عندوش وهذي هذي اللي ربي طعالي الطفلة هذي بالعروسة الصغيرة هي لي رفدتني لحد هذي الساعة هي بنتي هي نسيتني قال وقدر يعني انتي تعرف ولدك ربيتي هلا هي بارك زي عروسة هي اللي قالت لأ انك يديك الدار العجازة ولا يتلفظ بيها يتلفظ بيها خطر هي تقول لديها احنا أنا كان يكبر في أولادي مستحق الدار كبيرة ما تساعدني إيطاج صغير دري يمك دال عجازة كيف الشي وفق العروسة وانت يمك على بلك بل مني عند حتى ما كان تروح لي من غير التو أخوك ما كاش وين تروح وين تروح مجتمع ما يرحم مراكز ما مش يرفته رحت شفت مراكز نطلع لهم اللي مخرجتها بنتها اللي مخرجتها عروس اللي مخرجها ولدها وتحبت روحي وتحبت روحي باش نخلي ما يعيشوا في هنا باش الأم تقدر تخلي ولادها مدية بزين ما كاش كيفها تحتم لأن الأم تحتم عليها تحفزها قلبها باش يعيش ولدها في هنا من قول غير يعيش باش منعيش ومش أنا واش عشت ان شاء الله ربي هن يوم وربي يهديهم وربي يهديهم خاصة هذا مكان وان شاء الله يرزقوا بذراري ويديرولو ويجدار لي الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين شيخنا ذهبت الكلمات هذا توقف ما عندك في زوج زيتين كيف كيف ثم مكاش كبير وصغير قاع كيف كيف سن واحد بنتهم عشن دقائق بقر يه سمك كيف كيف والله الشر ما سمعنا يعني انت نصيحة لمجهلك لا تتنازل عن حقوقي ولدك هذا اذا ما سمحت لوش سيعيش ما قاله لك اذا ما سمحت لوش والله غير يعيش لان مكبيل الاختة سيرين جابتنا واحد كمنا مليحة وانا نفكرها فيها قالت لنا ما شيزوش بالرأي يتعب على هموم الدنيا والمشاكل ويزيد جلدار ونغس له الحياة هنا سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء راح يزور دارو يدي اسماعيل والزوجي هذيك ما عرفتهش باللي هذيك بابه ما عرفتهش كيفاش ركعيش قاعد يتشكله والراجل ويديرو يخرج قاعد يتشكله غير السلبية جيجا خارج قالها قولي له يبدلوا عتبة بيته قال كيجي زوجك قولي له العتبة عبيت يسجمها ويبدلها نهار جا قلت له جا واحد قالك ما وص قلت له خلالي وصية قولي له باللي كيجي يبدل عتبة البيت قال هذاك نبي الله ابراهيم بابا وراء يقولين طلقك وطلقها ومشات عاود الزواج مرة ثانية في مرة من مرة جزارو ونفس الشي الزوجي هذيك متعرش الزائر من كرماتو واشرح زوجيك ما شاء الله تذكره إلا بالإيجابيات ولا سلبية واحدة لما جا خارج قال أصيك وصية بلغيها لزوجيك المجي واشنه قال قال يقولي له يبلغك السلام ويقول لك احتفظ بعتبة البيت نارجى إسماعيل عليه السلام قال ورجى الزائر كدت وصفه عرف قال هذاك أبي إبراهيم عليه السلام واش بصك اراه بلغلك السلام ويقول لك حافظ على العتبة على البيت اراه قال لي بلينتي يا ما شاء الله نحتفظ بك إلا يوم القيامتي إذا نحن يا وشغة الأخصيرين كلام ما شاء الله أما أنت يعني نديك الدار الشيخ هذا كما تدين وتدن كما تكون يولى عليكم والعقوق هذا منه إلى الأبناء كما دار اليمة يدين الولد إلا إذا اسمحت له أما هذي تخرج من الدار وتروح للدار الشيخ وتخلي يعيش لا أنا لا أوافقك على هذا وكأنك تساعدين على العسيان وعلى العقوق ويجري ببالك حاجة باللي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتعلق في البيت الكعبة يتعلق فيها والله لن يقبل الله منه الصرف ولا عدل علاش نعطيك آيات طافيفة ما نكثرلكش ربي في قرآن الكريم وش قال قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ماذا ش قال وبالوالدين إحسان الوالدين تسمى حرف عطف ربي صبحانه وتعالى وما أدراك عطفك معه ربي قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إساءتنا وإحسانا قال إحسانا إذن بش في قيم أعطاهاك ربي وربي وش قال في صورة القمال وإن جاهداك مثنع معناه الأب والأم على أن تشرك به أي الله صبحانه وتعالى ما لس لك به علم فلا تطحهما ما دوش قال واو حرف عطف وصاحبهما في الدنيا معروفة ما قاش وصاحبهما في الدنيا إساءة ولهذا الوالدين والو كانوا يشربوا الخمر تعموا حرامات تعدعوا الشر ما تطحوش هذه الأمور لكن إذا الوالدين طلبوا طبيب أو يدوى أو ماكلة أو أمور معقولة الأبناء لازم يلبيه لازم عليهم يلبيه ويحبوا ليكره ولهذا عندنا نمديش كثيرة في القرآن وفي السنة النبوية هذا الوالد هذا رعاق وهذا الوالد هذا ما يعيش حياته لأنه يخمم وتقوله ديماك ولدنا يكبروا ممكن يسرعون كما سرى القصة الخذر مع موسى عليه السلام لما قتل هذا الصابي قال وأقلت نفس زكية من غير نفس لأن الخذر على القول الراجع أنه نبي ما هو ولي وموسى كلم الله كيف أن يكون لموسى رسوله أن يتعلم من ولي حاشا لله إذا موسى رسول الله وكريم الله والخذر نبي الخذر المقتل الصابي سبق في علم الله وأخباره أن هذا الوالد إذا كبر يكون مشكلة لولده وقد يكون يكون سببا في كفرهما ولهذا قاتله في المهدي قاتله وهو صغير ولهذا ولدك هذا يفكر كبر ولاده ويعيش حياة الباذخ وحياة السعادة على حساب أمه ما كاش منها هذا الشيء حرام الإسلام والإنسان يصلي ويصم ويزكي ويحج ويعصي والده لا علاقة تله بالإسلام والإسلام من هذا بريع الإسلام هذا الواحد كما هذا الإسلام يصحقوش وانا واحد من ناس هذا التبرأ منه وواحد كما هذا لا يشرفوني أنا أتعرف عليه ما حني الشيخ يقول لي كيفك الشيحة تروحي إلدى العجازة ما نروحش اليوم الدنيا رأي تجري ما تنزل هو يخرج هو يخرج ما يخرج كيف يخرج العاطفة هذه ما تنساش الحياة نوعان في الإسلام كان حياة مذموم وحياة ممدوح حنا معظمنا نتعامل بالحياة المذموم الحياة كان الممدوح الحياة المقبول الحياة المشروع هذا بالتفسير وكان حياة المذموم الحياة المكروه الحياة القبيح حنانا نتعامل بكيفك نخرج من داري مستورة الروح لدار الشيخ وخالها الروح أنا ضد هذا الدار الشيخ أنا ضدهم ماذا بي تكون قوانين صارمة تتنحى هذه البوية هذه وولدك تحكم بقوة الشرع والقانون باستفعلك باستفعلك لأننا نتمنى تكون قوانين صارمة صارمة ضد الأولاد إذا بابك هذا يمك لتسعة شهر تتضرب فيها في كرشها تعذب فيها تسفري فيها وتربضي وسمعي لخصية نسرين في لحظة المقال معنى وقت الولادة هي تمنى تقولوا يا ربي ما عليش ينموت ويحيى يعني وهذه كل اللحظة هذه كل اللحظة والله يعطي الدنيا كامل يعطيها لك والله ما تسوى لحظة لتعلم مقال ومن بعد بابه راقد ويماء الليل تطح العين تقولك بلك تغمت بلك أني غطيته بلك الجاع بلك كذا وما على خير كي يكبر وانما بلغ أشده وستوا ولا لي دو مترات وطوله أرض يا إماك لدي درشيخ وخنا حياتك ما هذه تب الله حياتك ما هذه والله غرب وهذا العاقين هذو وحنا ما نحتاجههمش ربي إن شاء الله يهديهم يعني هذي الأولاد واللي يعني يعني عاقين الأولاد يضربوهم أنا جاولي الناس جاولي الناس يضربو وش بيك من عين يقولوا لي تخلع ليه بكتبيات ويتبازي للعين هذا أنا أتفر أنا كون يجي يسلي قدامي في صف والله ما أكون نجي نصلي بهم وش بوق نقول لهم أمشي أختي ما تصليش مورا يضرب بابا بالكف يفزق على بابا وما عادي يقول لي صحة الشيخ ما كالصحة ما تهضرش معا ما نقبل لها صحة على سلام ربي إن شاء الله يهديهم هذي الناس آمن ولكن كارتة كاين كاين وكارتة وما عاوش حيطل حالتك جاولي الناس ماش حيطل عليهم الربح يعني هذي شيء مؤكد تماما نرجع لك أستاذة يعني كيفاش نشوفوا أنه تقدر تكون امرأة تفسد العلاقة بين الزوج والأم دياله اي دموعك غاليين السيدة حورية دموعك غاليين وحمد الله يا رب العالمين ربي سبحانه وقاعد الكرتي الحق والعادلة الإلهية رهي كاينة صح لا إلهي الله وحمد الله بالنسبة للأخت حورية ربي كما يقول يكون معاك إن شاء الله ربي يصير عليك الأمور وأكيد هي عاطفتك للجياشة يعني العاطفة اللي كأم اللي خلاتك صابرة لحد الآن وأنك أكيد غلبت المشاعر لتعك أكثر من العقل هنا ولو أني نرح نكون شوية قاسية شوية معاك لكن أكيد باش نفطنك شوية أظن الحل لهذا الشي أنك تكوني في التوازن نتاعك أبداً لتحكمي المشاعر نتاعك كما قال أستاذنا الشيخ هنا أنت أنت صاحبة المنزل أنت صاحبة الدار ليس هو اللي رايح يقول لك خرجي وروحي للدار الشيخوخة ولا أنت اللي تبقى في منزلك وهنا تحكمي عقلك وتحكمي وعيك لما تكوني في الحالة هذه المشاعر نتاعك أكيد ما رحش نقوله نرفضه المشاعر المشاعر أكيد هو جزء من حياتنا لكن نخليهم في جهة ونبقى ونحكيه معها على أساس أنه إنسان عادي مش ابني كل شي بالمنطق بالنسبة أيضا للكنة كما قلتي للكنة أكيد كما قلنا جات بالوعي الجمعي أنه هذه عجوزتي هذه ما تحبني هذه أكيد راني أكيد راح كل مرة تعملي أمور أكيد مرة أخرى هي اللي تحكم في زوج انتاعي أكيد هك هك هذا كامل راه داخلها وتبقى كل مرة تحول كأنها في حرب كل مرة راه تهاجم عن طريق ولدها كما فهمتها قبيل ولدها قلت لك ولدها وولدها وولي وراها تمخرج في الواجهة يقول ليش في الواجهة ونقسم وحق ولي بالرغم من أنك راح توقعين وربيتهم كيف كيف وشايف واحد كيف واحد كيف هنا تأثير أشخاص على على أشخاص آخرين يعني لما يكون مثلا الكنة الأخرى راه تأثر فيها والكنة الأخرى يعني تأثيرها بطريقة إيجابية وحر بطريقة سلبية هنا أنت اللي تكون في توازن وتكون كما يقولون تأخذ الموقف متاعك هذا هو يعني والله العدم غير شيء يؤسف القلب يعني أنا نشوف أنه تأثرنا كامل يعني في البلاتو خاصة نظن أنه الجمهور أيضا تأثر بالحكاية ديالك يعني ما قاعدتش هكا مع رأسك وقلت بتدخل غلط في حق واحد فيهم يعني ما درتش عدم فرقت فرقت بي واحد في كتافي ما عندي أخوه ما عندي أب ما عندي أم وما درتهم والدية وما كلش كنت محظمة عليهم بتأمنيش كيفش كبرتهم الأخت مصرين ما ما كنتش نستنى يدير لي هكا أخوه هذا ما نستنتهش والطفلة اللي برانية اللي راي معي يضك وقف عيلي تقول لوسي علها هو قبيح بس أخو شوية يصغير اللزلية مليح سأل أخوك يهدرك يستعمل ما أنا نهضرك شو حان خافون سكتو أنا يقول لك اليوم أنا بس يجي نهار وما نقدر شأن أنا نهضر يرفضني يرميني تاس صح يرميني إن شاء الله لحل تلحق لهذا النهار نعود نرجع لك شوية اللور كنت قلتي أنه هذي كليتيمة كنت دايرتها في بالي باللي هي اللي حات رفضني الأخرى كنت داير الفرق أو كانت غير من الأخرى والناس هالبس صراحة يعني صراحة كانت لبس بهم كانت هي زمت تقول لي يم كما كانت تقول أختي تقول لك تقول تاتا و تقول لك هذي كليتيمة اللي جبت هي من هارلوذ قل لي يم قلت لي يم صار أخرى كنت عايط لي كيف انا من غير يم اللي ولدت من عايط حتى الواحد بها كنت جرحني بها هذه صح أنا بالمعيشة بالطريقة تعلم كيف نشوف هم كيف يدير ويسير ودار هم عافت بل هذيك ليتيمة هي لأنا كنت عايشت كنت صغيرة لأنا كنت نلز ولي كنت نعنق ولي كنت نسمح في حقي غالب يجل نعيش هذيك اللحظات مع عجوزتي صح تكون كي جيت عروسة جديدة كما يتقول العروسة هي تكسب الناس شي نتي تكسب يالله شي عجوزة ما رقيت تكون عجوزة صح تشوف برانية بسا غيرت تلزيليها وتحني عليها خلاص ديت هذيك طبيعة تعجوزتي باش نطبق على أولادي بالعكس خرجت لي هذي لي هذا أخو أنا من لمش بت الناس اللهم وليدي هذا الكبير اللي روي يدلي هكا صغير مدلي وانو صغير أوو يقول يقول لي أنا 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 يجي نهار يتغرب يجي دار كيف عارف كيف عايشينا يجي نهار وين يخرج على بلي يخرج ني أنا خضيت هذه خطوة أنا نروح خلي هنين هذه هي الحكاية اللي حب نفقك أو كما قال لك يا شيخنا ما تخرجيش من دارك تفضل شيخنا السكن على اسمك أو على اسم الزوج أسم الزوج أنا باباهم أنا نخليك رقم الهاتف تاعي اللي حبي يقلقك عيه تذي نخفوه معك مكاش مشكل نخفوه معك ننصحوهم نرشدوهم ما يقبلوش روح للمحكمة أنا نشي معك حتى المحكمة وهذا الضرار يكمل هذوم لا بد لهم من التعذير لأن ما نستكلم في غابة ما كاش كاين الدولة وكاين عادلة وكاين الحمد لله الناس اللي يجيبوك حقك أما هذي تخرج تروح على شيخنا نحنا رانا كامل معك ما تخافيش رانا معك وانا وقفين معك وهذي تعني نخرج من الدار مش تعوديها ما يجزلكش هو يخرج وما زال كحيا ما يرثكش راك حيا ما يرثكش وما تخرج من الدار ورانا هنا نخفو معك يعطيك صحة نروحوا الفاصل قصير ونعطيكم مع حكاية الأخت أمال لكن بعد الفاصل أرجعنا لكم مشيدين كرام دايما في عدد اليوم وموضوعنا الشيق ونكمل الموضوع مع السيدة أمال اللي حضر معنا مرحبا بك أمال تعيش يا تك صحة مرحبا بك على الاستضافة عن تك صحة ربي يفتك ربي عيشك ربي يخليك كنا سمعنا القصص تاع الأخت حرية والأخت سيرين كل قصة مخالفة على قصة نبدأ يعني الله يبارك أنت عندك 4 سنين زواج تزوجتي وعندك علاقة يعني لا بأسة بها مع حاماتك صح جسو مو فيما يخص معني الموضوع تعل الكنة وعجوزتها يعني جينيغالمو ما تكونش العلاقة سيئة جدا يعني كاين حالات وين تكون العلاقة تاع المرأة يعني زوجة وكنتها تكون علاقة مليحة كما الكاتا الحمد لله يا ربي عندي يعني 4 سنين زواج 4 سنين زواج فالا الله يبارك هي اللي خطباتك صح هي اللي خطبتني هي اللي خرجتني من الغرقة اللي كنت منها طونك يعني جينيغالمو العلاقة بين العجوزة والكنة ما هيش دائما سيئة وأنا أول حاجة نقدر نقول هذوك أنه يعني يعني أسوأ شعور يقدر يعيش الإنسان أنه يفقد والدي ولا أنه يكبر ويتربى من غير والدي أنت تربتي تيمة صح كنتي عايشة حكينا على الظروف المعايشية اللي كنتي يعني عايشتها مع زوجة الأب يعني أنه إنسان يتربتي ما هيش حاجة سهلة وما هيش حاجة يتقبلها إنسان يعني كبشر يعني أسوأ شعور وأسوأ إحساس يقدر يحس به الإنسان ولا يكبر فيه وكي تكون عندك مرت الأب ينصير ما رحش تكون كما يكاين يماك عندك توكلك تشربك تهلا فيك تنوضك كسباح شي لا ممشوز ديتو بس كي عشتي يعني القسوة تع زوجة الأب كيف عشتي مش عشتي بو أنا زوجة الأب تاعي كانت يعني ما نقولوش إمرأة سيئة بش ما نغلطوش في حقها مية بالمية وإنما كانت تدر شي سوالح لإنسان ما يتقبلها مش كأنها ماهيش تعمل في إنسان ولا كأنها ماهيش تكبر في طفل ولا كأنها ماهيش عايشة في النفس يعني في في المنزل تحماهيش عايشة مع إنسان يعني كانت مجرجة نفي كلش الماكلة تعيط لولادها وما تعيط ليش رقاتك على ولادها دايرة التفريقة بزاف ودايرة شي سوالح لإنسان ما يتقبلها مش كانت تضربك ضعلا كانت من يندك تضربني ومن يندك خليها في الضرب خلاص ربي يهديهم إن شاء الله يا رب العالمين زوجات الأب يعني حيخدوا حسنة في الأولاد ديال زوج ديالهم بعدها كيفش عرفتك الحماس ديالك حماس تعي أنا خرجتني من الغرقة وزوجتني بوليدها وراني نوجه لها تحيي واتمنى تمنى تجازع للشي اللي درته فيها بسكو أنا قرأتني خلتني كم الله فكتاعي زوجتني بوليدها دخلتني لدارها وتعاملني كأنه في عوض بنتها يعني الحمد لله ربي حفظها عشاء الله يا رب العالمين عرفتك لأنه هي جارتك سيسا جارتكم ولا هي جارتنا عرفتني على وليدها بعد زوجت جاءت خطبتني وبعد مرتبابا ما كانش عجبها الحل بينسير بس كيما كان الحل كيما توجر كانت توجر أي حاجة نديرها رح تخرج كنترها ما كانش يجبها الحل في أي حاجة كنت نديرها في قرائتي ما كانش معاونتني قاع جامي سقصت عليها ولا سقصت وين رأني لحكا في القراءة ولا وش رح ندير ولا كيف شراني نقرأ وش من طريقة رأني نقرأ بيها ما كانش محاوس عليها نهائيا ومبعد دعماتك عجوزتك في القراءة يعني كانت هي الباب الكبير اللي خلاتني نكون الإنسان اللي ركم تشوفي ذوك هنا الحمد لله يا ربي وعطيها الصحة ونوجه لها تحيتي وإن شاء الله تلقاها في الجنة إن شاء الله نهار وحد أخر إن شاء الله يا رب العالمين كنت أكي عيشة معها أو لوحدك أنا راجلي عنده دار تعوحده وعنده سقنايته أنا تلم اللي نحب عجوزتي بوه هي سكريفة على جالي ما خلت ما دارت يعني دعمتني ماديا دعمتني معنويا وخاصة معنويا أنا نقدرها 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 وإن شاء الله وإن شاء الله تلقاها نهار وحد أخر وهذا المكان إن شاء الله يا رب العالمين يعني المعاملة تحاغر معك مليحة أو مع العرائس الأخرين يعني أسكو هي طبعها هك أو يعني برك لأن أنت هي تيمة يعني هي كشخص إنسانة طيبة جدا وإنسانة قلبها كبير وإنسانة بلها واسع وأنا عملتني معاملة مليحة وكراه يتعامل للنس كملكي معها كممسي آير بره الجير أنتو قلبها طيب وضل صدق ويعني إنسانة ما شاء الله يعني هي كطبحة كإنسانة إنسانة طيبة وعندك يعني عندك الواسد عندها أولاد مزوج عندها أولاد مزوج وكيف يعني التعامل تأك نتي معاها أنا نحبها بزاف فني حطتها في مقام يما مكن حتى كلمة وحد أخر تقدري تقول لها فق الكلمة هذه بسك يما هي كل في الدنيا مئنسانة تقدري ترمبل بلاسيها بيما سيدي جابوكو صح يعني من المستحيلة أنه يكون واحد في مقام يما لكن إنسان اللي عندها الإحسان ويعني عندها طيبة القلب ما لازمش أنك تدي لها حاجة يعني مش ملاحة كنا هضرنا مع سيرين قلنا أنه الأم مع بنتها يتقلق يعني كواب تزاف علي ما كيتو هل أنت خطرات يجي الشيط عن تتوسوس يتقول لي باللي شنفت اللي ما عجبت هاش هضرتي أسك ما فتسر عكا ما فتسر لي بصح يعني أنا كان يعني حسن الظن فيها أكثر من سؤال الظن يعني ما بسي نتقلق ولا نغمها في قلبي بسك هي قد مثلي معاملة جد جد حسنة وما نقدرش نبدلها بشي واحدة أخر اللي يقدر يقسها ولا اللي يقدر يضرها يعني دايما تحسني فيها الظن الله يبارك ربي إن شاء الله يبقى عليكم ستر أنا حبيت ناخد رأيك شيخنا سبحان الله في الحياة ربي يبعث لك ناس يبلدوا لك حياتك يخرجوك من المأساة اللي كنت عايش فيها سبحان الله عندك أولاد أو لا عندك نازل هي الأخت تربات يتيمة وهذا العجوزات تبقى أحاديث النبي عليه سلام منها حديث صحيح أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة والنبي عليه سلام ما دار هكذا أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة هذا الحديث اسمه مسلسل معناها قرب الأعظام بعض معناها هذه المرأة إن شاء الله ستحشر مع الرسول في الجنة إن شاء الله لأن أحسنت إلى يتيم وجابتك وأنقاضتك من زوجة الأب اللي كان تضربك وما تضرب أولادها تجوعك وتشبع أولادها هذه معاملة سيئة الإسلام يرفض هذه المعاملة وإش كانت دير مرتبابك يخالف الإسلام وعجزتك وش يدير توافق الإسلام إذن عجزتك راي راي جابتك يتيمة وزوجاتك بوليدها وراه تحسينه إليك وتعامل كمعاملة طيبة هذه الأشياء التي ديرهم كاملة جابتهم من الإسلام هذه إن شاء الله يكون عندها أجر عظيم وقيمة وأكبر جزاء أنها تحشر مع النبي صلى الله وسلم في الجنة هذه واحدة وانت يعني رأي يبارك تعافيت سيري رأي كنت ذكرت يا بالخير وقلت أعطيت لها أسمع وأنبل وأكبر حاجة وهي في مقام الأم وصح مكاش هذه واش أعطت لك تقول لك مش خسارة فيها هاي يعني أراك بديت تردينها في الجميل هذا الذكر تاعك لها وهذا الطيبة تاعك معها هي تخليها تزيد تبذل جهود أكبر باش تحاول تفرح أكثر ولهذا الفرق بينك وبين النقطة حورية فرق شاسع يعني هذا فلدة كبيدها ووليدها خرجتهم من بطنها أرضعته وأفطمته وكبارته وزوجته وبالتالي يعني سرع هكي ماذا كليلقى نش ثعبان في الطريق بردان قاتله البرد هرفضوا مسكنديروا في القلم وناتعوا غير سخون دالوا عرق ماتعوا يعني خنقوا يعني ثم ثم ثنكر يعني هذي يعني الشي درته كامل فيوليدها ومع الأخر واللي يتفضل زوجته علي إما زوجتك في أي لحظة تقدر تبدله لكن إما كلها حياتها كامل والله ما تبدله يعني يقول لك وما جزاء الإحسان إلى الإحسان يعني ما هيش إما صح سي رفغتين الحمد الله يا ربي هذي صار لي يا أختي ربا أم لكن لم تريد أمك هذي أمك الثانية لأن سوال انتية ولا سيرين عند كمسة أمهات الأمة الأصلية والأمة الإضافية يعني الأصلية التي ولدتها وكان وحدة بدنيا مك الزوج وهذا الأم التي تعتبر أمها لأنها خيرتها من كل فتيات الأرض وعطتها لقب العائلة ومسكنتها معها ومطالفها هذه أيضا كذلك كان من باب الأدب والاحتراف قال واشرك أمي إذن يا خالتي أو يا خالة أو يا كذا لكن انتية والعجزة تعكركم ما شاء الله وهذه عجزتك ربي جزيع بالخير وأسأل الله أن يكثر من أمثالها وأمثال لعجز السيرين أمين أما هذه أولي ذك هذا الجزاء من جنس العمل واشاوي يدلك إذا دعيت عليه ربي يستجب لك إذا ما سمحت إذا ما سمحت إذا ما غري يخلص ولو بعد طول عمر إن الله يمهلوا ولا يهملوا ولكن ربك إذا أخذ القرى ويظالم إن أخذه أليم شديد أربي لا فجبد الحبل ما يرجعش أبدا نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والأخرة ربي إن شاء الله يا هدي الولد نرحو لك أستاذة يعني نشوف أن الله يبارك كي يمزف الناس اللي رأيهم عايشين حياة سعيدة كما أمل وسيرين وأيضا كاي الناس اللي رأيهم عايشين كسواء الزوج أو الحامات أو الكنة عايشين مأساة كبيرة من خلال هذه المشاكل وشنو هي الطرق أو الأسس الصارمة اللي لازم تكون في العائلة باش تكون حائلة سعيدة شكرا بشاء الله عليك أمال أظن يعني وش قامت بك ما قلت لك إحسان إلا إحسان بالإحسان يعني شخص أحسن لها أكيد راح ترجعي له الإحسان وكين شخص ممكن تحسن له ويرجعه لك إساءة أكيد من بين الطرق اللي ممكن أي شخص يتفادى لإحسان بالإساءة والإساءة بالإحسان يعني لا حيكون هنا أنا دايما نحب نحكي على التوازن إلا كان كائنا اللي نسميها ممكن اختلالات اللي موجودة في المجتمع اللي بين الظلم بين ممكن سارقة ممكن كاذب هذا كامل عندنا في ديننا في ديننا الإسلامي اللي هي من المساوئ اللي ممكن من أذى أيضا هذا أكل أسبابها هو وعي جمعي يعني كما كنا نحكي ونقبل وش الحاجة اللي ممكن تغير أكيد ما نبقى وش نحكيه أمام أطفالنا الصغار أنه الحامة وش دارت شفت هذيك هذا هو أساس أي شيء لأنه الوعي الجمعي ولا المجتمع أطفالنا كيف أنه يبقى طول عمره من يكون صغير يسمع الكلمات هذه كحنا نحاول أنه ولادنا ما نخليهم شي يكونوا ضايرين بناس يبدوا يحكي وهذا يشكي هذي تشكي هذي تشكي بالعكس ما نحكي وش أبدا أمامهم حتى لو كان يكون حقيقي لكن دايما نأمله دايما هو خير أكيد هو خير أكيد نشوفوه باللي حاجة اللي نقدر نقوله فيها نعتبرها وكأنه نحسن الظن يعني ما نقولوش أي در أكيد إلا كان ممكن شخص حمايتك ممكن نشوفه مثلا عجوزتك دارتلك أمر أكيد راي تظني بها الحسن يعني ماشي تقولي ممكن تقصد كذا هذو أبدا ما نحكوش قدام أولادنا هذا هو الأساس نتعش هذا وكان حاجة واحدة وخرى ثاني أنه البنت أو أي طفلة تزوج تذهب بالنية الفو تسبق النية فق قبل كل وهذا اللي نحكي فيها جوستمون الوعي وشي هو لما الأولاد الصغار ما نتوقوش نحكي أمامهم الكنة العجوز هاي واش دارتها هاي واش كذا أنا مثلا العجوز أنا كين كنت بارحة تبدأ نهار كامل هاي تخدمني أوندي غير خديمان تعها أوندي غير راني جاي نخطف لها وليدها هادو كامل ما نتوقوش نحكيوهم أظن هدا هو ويضايق يقول لك الأم ومدرسة إذا عادتها عادتها شعب طيب العراق وش كون الأساس فيها هي دائما الأم إذا كان الأم تبقى تحكي قدام أولادها مثلا نحكيو مثلا وحدة زوجة أولادها وما زالوا الصغار وتقول هاي واش دارتلي هاي واش دارتلي الطفلة هذي قبل ما تزوج واش تدير تبقى تتخمم آه أوكي يعني أنا الأخرى واش دارتلي تحط في بالها باللي هي تانية لازم تكون هكا بدون وعي منها وتلقاها تخدمها برمجة العقل برمجة العقل هي برمجة هي برمجة وأظن هذا هو الأساس في كل شي يعني نبقى ونتفادى وأننا نحكي عن الأمور هذه خاصة أمام الأولاد الصغار وهذا هو اللي رح يديرنا المجتمع نتعنا بعدين يعني الأساس نتعى المجتمع الواعي اللي بعدين هو الأولاد الصغار من الصغار نبدأ ونعلم نمش الأمور هذه يعني الطفل هو الإيبونج كما نقوله وإسفنجة يمتص كل شي يمتص كل شي خاصة يعني الأشياء السلبية أكثر من الأشياء الإيجابية يعملوا عليهم الوالدة والوالد ويعني المجتمع نعود نقول لك يعني صراحة القصة ذيلك انتي والحماس ذيلك قصة جميلة جدا الله يبارك أذكي هذه الإيجابية وهذه الحب هذا اللي بينك وبينها أرجع حب بينك وبين الزوج يعني أكيد أنا أم زوجتاعي نحبها يعني كثير من وليدها يعني صراحة نحبها كثير من وليدها قدمت لي يعني بزيف تحية خاصة أمل اليوم ما تدخليش للدار يعني أنت وهمة مع الزوج حياة ملاحة كنت ضرب معه الوالدة أو معها ما توقف يجل سمو أنا كنت ضرب مع رجلي الأم دياله توجر توقفي وجه توقفي وجه توجر ما توقف معك حرب يحفظها إن شاء الله يا رب العالمين سيرين كنت ضربين تي والزوج الوالدة معا ما توقف مع وليدها مع وليدها ما عندك هي بيانسو هي شوفيك كنت ضربين تنوشوش عما تنوشوش عما تنوشوش عما تنوشوش عما تفهمين صحي يا زعمت بدت تقول ما تتنوشوش عندي نحن قول أي مرة نقصره تقول لا لا تقول بسكورة كنت تقلقوني كي ماما كي قصرت معا قاتلي عندها الحق أنا وحدها من الوالدة ما تنوشوش كتامي تقلقوها وكامل هي توقف معايا بيانسو تحبني صراحة وكل شي وعادي أنا تبدأ تقول تحقري لي في وليدي زعم تقول لي أنتي تاني ركاك داي أنا وحدك كما بنتها نحن 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 ندوس كأنه أنا ديت لها وليدها ولا هي دات لي وي صراحة سيرين هل يمكنك أنت تحريرك عليها تحريرك تحريرك لا لا أنا أم زوج تعي معروفة ناس لا حق لا أنا واحدة من ناس في خلط هل يمكنك صحاباتك ناس ما يعني ما يعرفوها يقول لك عندك تلسين مازال تحريرك لا لا صراحة أنا علاقتي أنا والأم والوالدة دياله والأم ويما العلاقة تعيبينها من حب حتى واحد يدخل فيها ما متصحبتي صحح أكي صحبتي مثلا باش تجبديلي عليها من حبش ما تجبديليش عليها بينتي بينك وبين عجوزتك الله يسهل عليكم بصحانة ويما ما تدخليش روحك هذه يما أنا الله يبارك الله يبارك ربي إن شاء الله يخليكم عكا دائما من المؤمن ويعني جابتها روصة وحد أخرى أو ماذا هيا راي جاية في الطريق إن شاء الله وقلها من بك ويش دراحك لا لا قلها من بك ورحبا بك في العائلة على بلي رايح تاني هي الوليدة تزوجتها يفهمك حاجة هي قالتها لي بصريح العبارة قلت لي أنا عجوزتي تاني كانت ناس ملاح ما خليتني نعيش حياتي قلت لي أنا علش أنك كتلكم حياتكم ولا هاي اللي كلي بخانسي بلي تمشي عني معتا ما متزوج جدزيام والطروازيام وقع لبالي العرائصهم تقع تقع لبالي عرائصهم عرائصها تاني حتى عاملهم كي ما يتعاملني أنا وعلى بالي ديرهم كي بناتها صحة ما جيش الغيرة في وسطكم كي جي عرصة جديدة أنا بالك نغير بالك نغير تذي دولي فلسطي ولبس عن اللوولا صحة انت اللوولا يدوليش فلسطي خليك القديم الجديد حبه والقديم اللي تفرض فيه ندروش الضوء جزت على كوتي واحد انو نقدر ونلقاو الملاح والدوني وحنا ندرنا هاد الموضوع هاد البرنامج جزت مو باش نسلطوا الضوء على الجانب الإيجابي في هاد النقطة ونرجعوليك شيخنا أنا شوف الله يبارك يعني طاقة الإيجابية قاتلك نغير شوية من فلسطي القعد هي الغيرة موجودة في الدنيا بسفة عامة أربي وما أدرك غير أربي يا ربي سبحانه وتعالى وما أدرك وعنده الغيرة يا غيرة إيجابية غيرة إيجابية لا لا شوف الغيرة كان الغيرة المحمودة وكان الغيرة المذمومة الغيرة موجودة في الإسلام والرسول ما قال إينا الله يا غار هذا ربي وما أدرك وعنده الغيرة والنبي عليه السلام أيضا كذلك الصحابة الغيرة هذه المحمودة موجودة الغيرة المذمومة يقول لي ما يحباش الإسلام حتى الأولاد الصغار كي يكون تفرض في الدار واحده يدور غير شيء يما راح تجيب الثاني يقول كي راح تطير بلاستي وكيزي دمزيود يما تبقى التعسس في هذا خاشل اخر ممكن يخونق وممكن يغموهم كيما يدير على هذه غيرة بيدافي على حب النفس وهذا الشيء فطري في الإنسان لكن الشيء ليس شيء فطري الأمر يلحق للحسد والحسد عنده عواقب وخيمة هذي لا لا ولهذا انتي يا ركي ما شاء الله أما نتمناه لقطة حورية ولي ما شاء الله لقطة حورية مسكينة عاشت الطفولة حياتيمة عاشت معجوزة ما شاء الله عاشت معجوز زوج ما شاء الله وكانت تنتظر أولادها معناها يردل الجميل تاعها ويخلوها تريح ما باقيها لها من العمر لكنها استضمت بحائط قوي مصنوع من الفولاد والأسمنت القوي هذك لقيت واحد من أولادها عاق مصنوع ربي يهديهم شيخنا شخص العالمين إما احنا نطربوا ربي يهديهم أولا هذه الملحة لكن في حال ما إذا سبق في علم الله أن هذا لا يهتدي ولا يرجع أنا نصحك وملايين من البشر تشاهدونها ومسؤول على كلامهم قيامتي لا تتنازلي وكما قلت أنا وعودتها الأستاذة العاطفة تاعك هذه مذبية تمزوجيها مع عقلك لا تفكري في قرارات بقلبك المصير ركي بعقلك لا بقلبك قلبك ديري الحنان قلبك ديري يغيضك شوية مسكين ما ماكله قسمه عن ماكلة تاعك عندك خمارين أعطي له خمار العاطفة قلبك هنا خليه يمشي ما عليش لكن في العواقب تخرج من الدار تروح المركز شيخوخة أنا أخدمي عقلك باش يريدك يريح تكسل مع أجنبية أجنبية تكسل وانتي مردار تخرجي هذا النار برحي حاسبك أنا من لاحية الشرع ما يجسلكش من لاحية الشرع هاتش حتار بسبحانه ما يعني ما يوافقش عليه نرجع لك سرين لديق الوقت يعني قولي لي بصراحة أسكي الزوج يعدل بينك وبين الوالدة هي أنا الزوج كامل في الخطوبة يعدل بينتك أنا وماما والأم ديالو عيد المرأة يجي بنكا ورده 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 اليومينا هذا عيد المرأة لهذا اللي جاز فيه المرس مرسحة جاب لنا كامل رح ناشرين الورد قال لي شرالي لي والأم ديالو والوسمه ورح لأم ديالو قالها هذه الورده شهدها الكسيرين الله يبا والله غير هكا ويا شكرتني قلت لي يا تك الصحاب عفتلي وردين بتاي سلمك أنا رطيك رح تتكتك قدارك تبيع ديالو في تلوية ذوك تشفها ركي تقل لك ركي تبيع ديالو لازم ما لا ما شاء الله يعني صح ماذا بيه وماذا بيه حاجم لها تهدو تحبو حاجم لها تهدو تحبو ماذا بيه هني حياته تبيني هني روحوا علاش يدير المشاكل روحوا للحكس حاد البينتنا ما كش الحكس مرات اننا رحوا نشروا لا هو قلت لك هو الرجل انا اللي تلقيني زعماف كيمة في العيد رحنا نشرو اللبس اللعيد ايه نقوله نشري لها اليمة ولينا بسكيها جديها صغير وطينا اللي بتي طاي ايه نقوله حوث معي لابينتو ترونتسيس اليمة حوث معي اروبا كاليمة شغول لا وعلى بالو بالك انا انا حوث على بالك كتر من هو وثال الولد ما يعرفش لابينتو 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 ربي يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين نحن لحقنا لنهاية البرنامج كلمة اخيرة سيرين العرايس نشكركم نشكر كنتيا نشكر خانات البلاد ونوص العرايس صح على بالي كين دورو فحين يعيشوها غير ملائمة ولا ولكن بادري بالاحسن هذي وشو قولك بادري بالاحسن تهدو تحب قلت لك ماما عندك شتراهم ولا ديري حلوة اه يا اما انا كنت نديرها في اهل زوجين بعد فاقولي يعني كنت انطيب كين دخل نطيب زعمة غوثات كين دخل لدارهم وقل زعمة لقيت معاة اخوها الصغير قلوا على باك هذي الأوكلة طيبتها اللي كنتا خصيصا على باك اللي تحبها وما يحبها شقع وقلوا انتي كت ومبعدة اكي جي جي شيخين قلوا بابا اني طيبتلك هذي اللي كنتا ومبعدة فاقولي وقلوا انتي لطيب لما انطيبك يا هذي فاهمي روحك كيف كيف يعني قادرة طيبية غير حاجة احلوة تقولها لابا اللي تحبي هذي اللي كنتا وصراحة الوالدة اليمة ما شاء الله عليها سا تخمم فيها ما نذكها لابا لكم حاجة بلكن يسحق معا ولا يكونوا جاي نظيا بحكم نصور واليوتيوب نقول ليها نروح لها يما نسحق بيتخا يما نسحق ميزان يما نسحق هذي يما نسحق يما نسحق يما نسحق يما نسحق كيفما دارنا الله يبارك الحمدول الله ورب يدوه معنا وفاق بادري في الأحسن هذي ما تكون ماشي ماشي وطيلها كلمة الي توفيك يعني السراء يتوفيك نقول لها نقول هلا من قبل ديما نقول هلا يما نحبك ورب يخليك تجفو قريوسنا ورايض تتعولها بالشي فا يعني ما مشي مريضة بصح تعبانا هذي اليمة أنا تقلقت وقلها لازم تشوفي طبيب تقولي يعني مليح أنا غير تحبانا ربي يخليك يقويك ويخليك تجفو قريوسنا لأنه أنت وردة الدار يعني أنت الأولى والأخير أنت هي مولاة الدار الله يبارك الله يبارك ما شاء الله عليك مرحبوك وعطيك صحة سيرين كلمة آخيرة سيدة أحورية شكرا الأخت نسرين على الاستضافة واللي سمحتوني حلية لي قلبكم حلية داركم حلية لي بابها واستضافتني ونشكر الببليك اللي وقوفي معي نقول لكم لاتكم الصحة نشكر شوفنا أستاذة تعنا لاتكم الصحة ربي عايشة كلمة لولادك والعرايسك خاصة عايسين نقول لهم ربي يحفظكم وشراك فيك تافيس وعروسها هذه اللي لازالية منذكروش أسماء وليدي ربي يهدي ونقولو خمم مليح خطراحك حدير حاجة منشي مليحة في حياتكم نسمح لك ان شاء الله يا رب العالمين شكرا جزيلا لك حرية يعطيك الصحة كلمة أخيرة أمال أول حاجة نقولها شكرا للاستضافة يعطيكم الصحة يعني حاجة أنه العجوز كما قدرة ما هيش أم ولكنها قدرة تكون في مقام الأم أنه الإنسان كما قالت الأخت أنه يبادر بالأفضل وتجور يكون يمشي بحسن الظن هذا ما كان ربي عايشك شكرا جزيلا يعطيك الصحة أستاذة كلمة أخيرة شكرا لقناة البلاد الموضوع مهم يعني جدا وراه منتشر بكثرة والحاجة اللي نقدر نزيد نضيفها يعني كإضافة ونصيحة اللي ممكن نقدمها العرائس والكن والعجايز أنه كل واحدة فيهم تتغاضى على واش يبذر من الجهة من الجهة الأخرى يعني إلا كان لكنا شافت أمر من عجوزتها تتغاضى وكأنها ما سمعت ما شافت لا رأت والعجوز نفس الشي حتى ولو كان ممكن الشيء الآخر اللي ممكن نضيفه تاني أنه ممكن الكنة ما توصل ولا شيء لابنها يعني هذا راح تتفاذى أمور كثيرة ومشاكل كثيرة 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 ورح ما تخليش يعني هاوية بين الأم والإبنها وهذا راح أكيد راح يوسع المحبة بيناتهم وشكرا لكم كثيرا شكرا جزيان ما نزفش تشوف العجوز نفسها كأنها جهنم أو كأنها عجوز الشمطة تعشر حتى وتشوفها سلبية تحاول بصبرها ودعائها تسبر عليها وتدع الأجل إن شاء الله ويخلي زوج هذا ما يعيش الجحيم ما يجي جهته ما يسلكش يجي منه ما يخلوه يعيش مع أي ما مليح ومع زوجته مليح وكل واحد فينا يتاقل لها عز وجل الله والدنيا قصيرة ويوم القيامة نقف بنا يدي الله عز وجل الله وربي سيسألنا عن الصغير والكبير وربي قال وتحسبونا وهينا وهو عند الله عظيم العزوز اللي يدخلوا ليدها دعوة سروا كما تطلقاش هذه كلمة هي عندها عادية عند ربي رأي كلمة كبيرة جدا يهتزولها عشر الرحمن خاصة انطلق ما كاش حاجة اللي يحبها الشيطان لأن الشيطان نحكلك مع القصة وأختمه الشيطان العشية لما المهام كاملة تنتهي الشيطان يجتمع معه شياطيني وجدرت انت يقولوا أنا تسببته في قتلي نفس ما درتواله انت وجدرت زوجت ضربه واحده في السبيطر واحده في الحبس ما درتواله وانت يقولوا أنا تسببته في طلاق أسرع يحكم التاجي على القوله يقولوا أنت تستحق هذا ما كاش حاجة يحب الشيطان قد تطلق وأنت أية تولى عزوز راح تفرح الشيطان ونتخذ بالرحمن في التاقل الله عز وجل الله ونتاقل الله جميع آمين يا رب العالمين شكرا جزيلا وشكرا جزيلا شيخنا شكرا لكم تماما مشاهدينا كانت دي برنامجنا وموضوعنا لنها اليوم ودايما وأبدا نقولوا أن العائلة الجزائرية راه فيها أجيال لازم نحافظوا عليها ومعناش دخلين على حرب نتعيشوا كي مكان الحال وأنا يا بدوري نحيي طاقم التقني اللي راهم دايما مرافقيني وعلى رأسهم معدة البرنامج إيمان جوادي وإلى عندكم حكايات وقصص أكم حابين نتقسموهم مع بعض ما عليكم غير تواصلوا معنا على الأرقام للا هي دهرة أسفل الشاشة ولمتنا حكايات تحكي قصتنا وقصتكم أصوابوا للغلط حكمكم حنا علينا المعلومات الحقكم وبالخير نمسيكم السلام عليكم شكرا شكرا